عندما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف مكة إلى غار يسمى غار حرا يعبد الله سبحانه وتعالى على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يبغذ عبادة الأصنام ولم يسجد لها ولم يعبدها قب عليه الصلاة والسلام حفظه الله فجاءه الوحي جبريل عليه السلام في غار حرا فجاءه الوحي يتتابع عليها على الصلاة والسلام كان عبادة الأصنام ولم يسجد لها ولم يسجد لها